تسعة وأربعون فاصل تسعة وسبعون بالمئة هي نسبة النجاح في شهادة الباكالوريا لسنة الفين وستة عشر حسب ما أعلنت عنه المسؤولة الأولى لقطاع التربية نوريا بن غبريط التي كثيرا ما دافعت عن الإصلاحات التي باشرتها منذ تعيينها على رأس القطاع أوضحت أن التراجع في نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية مرده إلى ما أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي واللجوء إلى دورة ثانية لشهادة الباكالوريا بن غبريط رافعت لمصداقية شهادة الباكالوريا الجزائرية بعد أن طالت جملة من الانتقادات معللة ذلك باللجوء إلى الباكالوريا الجزائية التي أضفت أكثر مصداقية لهذه الشهادة معللة ذلك المؤخرة الأولى لكي تتنظر لكي تتعلم أنه المنصف كان عبدًا وخيرًا لتأمل أن تتعلم أن هناك مقاطع تتعلم أن هناك مقاطع الآن وخيرًا لكي تتعلم أن يتعلم أن نتعلم أن يتعلم أن تتعلم أن يكون مقاطع أكثر مقاطعاً تقاب خلال المواسم المقبلة لإحكام القبض على قطاع التربية الذي كتب عليه التخبط في مشاكل المتنهية رغم حزمة الإجراءات المتخذة موسم دراسي إذن ينتهي بأقل الأضرار بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين وتسريبات مواضيع الباكالوريا ناهيك عن تصعيد نقابات القطاع كلها هزات لم تثني من عزيمة بنغبريط التي أكدت على مواصلة الجهود لإجهاض كل محاولات التشويش والموعد رابع سبتمبر القادم مع الدخول المدرسي وموسم جديد